السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار في المكنتون داخل أو خارج الأرض الوطن مرحبا بكم وتنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية وكيفما تنقول دائما الله احفظت البلاد هذه من كل شر إذن إخواني أخواتي كيفما شفتوا في العنوان موضوعنا هو جريمة قتل راح تحية ديالها الشاب يوم عاشرة جريمة قتل لوقعات بمنطقة الدوديات بالضبط في منطقة بقار بمدينة مراكش واللي راح تحية ديالها الشاب باسم دياله أمين اليوم إخواني أخواتي وفي هذا الفيديو قد نطرقوا لهذه الجريمة لما ظهر لها من ردود أفعال واتهامات متبادلة من طرف عوائل سواء المتهمين أو لعائلة الضحية وأيضا الأصدقاء دياله واللي دياله بمجموعة ديال الأمور لكن قبل هذا وذاك إخواني أخواتي كندعوكم بأنكم متبخلوش علينا بلايك الفيديو وأيضا بالاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس بجدائما تصل بالجديد للأعمال والقضايا اللي تنقن بها وأيضا المشاركات وهذا الفضل وكرم منكم إخواني أخواتي يوم عشرة وبالضبط في هذا اليوم الناري إن صح التعبير اليوم ديال شعالة وقعات وحد الحادثة بمنطقة دوديات وبالضبط بمنطقة بقار راح ضحية دياله وحد الشاب نتيجة ديال وحد الخلاف متوفاش في الحين ولكن عانى الأمرين في المستشفى توفى منذ أيام قليلة الشاب أمين جراء مشاجرة ربما بحسب كل المصادر كانت بابين مجموعتين فهذاك اليوم ديال شعالة بمنطقة الدوديات وبالضبط تحديدا ببكار فباش أننا يعني قبل ما أننا نمر لمستجدات اللي واقعة ما بعد وفاة أمين ما بعد معاناة كثيرة وقوية جراء ما تعرض له من أطار للضرب فغادلنا نروس في تفاصيل الحادثة وأشنو اللي وقع حتى وصلنا لهذه المرحلة اللي فيها اتهامات متبادلة وأيضا وجود أشخاص يعني عندهم حدث سؤنية للهدف ديالها وإن شاء أحد الخلاف كبير ما بين العائلات ديال المتهمين وأيضا العائلة ديال الضحية فهذاك اليوم بالضبط ديال شعالة يعني مدة ديال أزيد من عشر يال من الآن فأمين خرج رفقة جوج ديال أصدقاء دياله كي ترافق معهم كالعادة كيف مديمة نشاهد بالصفحة المنطقة فهذاك المنطقة ديال ببكار مجموعة ديال أشخاص آخرون اللي هم اليوم المتهمون واللي ما بيناتهم كينين حاليا معتقلين وأيضا حتى الأصدقاء ديال أمين معتقلين حاليا هذه المجموعة ديال الشباب مرات من القرب من هذه المجموعة اللي كان فيها الضحية ربما نشب بيناتهم شي خلاف ربما شي حاجة شي كلام كلمة من التحت كلمة من الفوق درالي شباب صغار فلاج نشب بيناتهم داك الخلاف انتهى الخلاف بسقوط شخص ما بين الحياة والموت اللي هو الضحية أمين تهز على جناح السرعة المستشفى منذ مضى ديال العشريان وهو في العلاج هذا العشريان مرت كالجحيم على العائلة دياله أيضا على العائلة ديال المتهمين العائلة ديال الضحية منذ وقوع الحديث مشات في الإجراءات القانونية والمسائل دياله من أجل أنها دار الحقائق فاليوم مع معطى وفاة أمين يعني متأثرة بالجروح ديال اعتزاء اللي وقع عليه طرآت مجموعة ديال المتغيرات مجموعة ديال الأمور العائلة ديال الضحية كتقول أنها فقدات الإبن ديالها وأكثر من هذا كتتعرض التهديدات كتتعرض لتهديدات لماذا مشيتوا في المساطر القانونية عشت الأمور هذه التهديدات كتتجيهم من أناس متلمتش الإشارة إليه مشكل مباشر ولكن المفاب ديال كل هذا الكلام هو أن العوائل ديال المتهمين هما من وراء هذه التهديدات هذا الأمر اللي خرج العوائل ديال المتهمين بشي بيينو الواقع الحال ديالهم ويبقينو الصورة ديالهم في وسط المجتمع كيفاش ديرها وأنهم ماشي من هذا المستوى ديال العوائل الإجرامية أو لشي حاجة بحال ما تشكل بل هما ناس عاديين بل أكثر من هذا ما عندهمش معادي شي وما عندهمش ماضي في هذا العالم وماشي قريبهم ديك بل أكثر من هذا أنهم كانوا بغوا يدخلون في اللحظة اللي كان الشاب أمين كتلقى العلاجات باش أنهم يديوا المستشفى خاص على النافقة ديالهم لكن خوفا من شي ردد فعل لأن الجرح كان غائر عن العائلة ديال الضحية هذا الأمر شكل لهم عائق هذا كلام ديال العائلة ديال الجاني العائلة ديال الضحية قد ضيف مجموعة ديال الأمور واللي المفاد ديالها وأنه فعلا وقعات جريمة ديال القتل وأنهم تحاموا على أمين ستة أو خمسة المجموعة ديال الشباب العائلة ديال المتهمين تتقول بأن يعني المتهم الرئيسي اللي هو معتقل حاليا أنه مشاء وما عنده شي صوابق عكس ما يشاع ما عنده شي ماضي إجرامي كما يشاع فمشاهد هذه الليلة خرج رفقة مجموعة ديال الأصدقاء دياله يعني وقع خلاف وما عندهش يد فيه بشكل مباشر وقع هدف خلاف مبين مجموعة ديال الأشخاص وما كانوا أنهم تحاموا عليه يعني هذا كلام ديال العائلة ديال المتهمين وتقولون أن الإبن دياله يعني ما ما قتلش بشكل مباشر شارك في الشجار شارك في الأمور ولكن ما قتلش بشكل مباشر ما كيناش بهذا المعنى يعني نية القتل أو لا قصد القتل أو لا شي حاجة في حين العائلة ديال الضحية تحاول إشارة بأن حجم ما تعرض له يعني الضحية من ضربات وعنف توحي يعني هدف تصفية تصفية وإن كان يعني العائلة ديال المتهمين تتقول أن هنا على أيين تتبقى التحقيقات هي سيدة الموقف هالتحقيقات لمسلماتش من دورها أو لا يمكن نقول العائلة ديال الضحية تحس بأن مغلوب عن أمرها لهذا فقالت بأن لم يستطاعتهم أنهم يعطيهم رشوة وأن الرشوة ربما توقف عائق أمام محاكمة عادلة أمام تحقيقات عادلة هذا الأمر هذا لتكلمات عليه أيضا العائلة المتهمين وقالوا أنهم مع العدلة ومع التحقيقات ومع هاد أمور هذه أنهم لا يعطيهم رشوة لا يعطيهم رشوة لأن هذه ماشي أخلاقهم فهنا ما الذي نستطيع إخواني أخواتي بأن نريد أن نخرج بحضة عبرات بلما نقول لغائية ديالنا لربما يكون عنده حضور في هذا تشنج فهنا نستطيع بأن المرويجين ديال الأخبار من هنا ومن هناك أو الناس اللي بعيد على الموضوع وما ينقلون هذه المعلومات من أجل تخويف أو ترهيب العائلة ديال الضحية ربما ناس اللي عندهم مصالح بغوا يستغلوا هذه الحادث من أجل يعني تخويف أو تشنج أو تطوير أو أنهم يكبروا هذه القضية تصل لشي خلاف كبير لكن بسبب الحكمة يمكن نقول بالضبط للعائلة ديال المتهمين اللي خرجوا تكلموا على هذه النقاط بالضبط لأن هم خرجوا ماشي دافروا على ولدهم إنما تكلموا على هذه النقاط بالضبط فهذا ذكاء منهم باش أنهم يضربوا أي حد عنده شيء أهداف خلفية من نشر أخبار الزائفة على العائلة ديال المتهمين وأيضا ترويع اتقاف المؤسسات اللي هي التحقيقات اللي هي مؤسسة قضاء مؤسسة يعني هذه الأشياء وهذه المعلومات وهذه المحاولة ديال التخويف فهنا يعني يمكن نقول بهذا الخرج الإعلامي ديال العائلة ديال المتهمين فتم القطع معهد الأمور هذي كلها فهنا من المنظور ديالي كنقول وكنشوف أن الأصدقاء ديال المتهمين أنهم تواصلوا مع العائلة ديال الضحية والقضاء الغدية ياخذ مجرى ديال تحقيق ديال يعني الشروط العزاء وهذه الأمور هذي باش تقطع ديك الأمور اللي ممكن أنها تشكل واحد تشنجات لأن كبنية من خلال كلتا العائلتين أن هنا كين حد نيفو وكين واحد تفهم أمر آمنوا بالمعطاء آمنوا كبن أنهم آمنوا بأمور هذه الشيء جاروا وقع واش كين عند قتل فتحقيقات قد يتبين هذ الأمور هذه فللأسف الشديد قدر الله ما شاء أفعل إن لله وإن إلي يراجعون فكما قلت إخواني أخواتي طربت لهذ الموضوع وهذه القادية و دلتم فهذه الفيديو لأن كل صراحة أتارني هذا الخروج يعني في الموضوع وفي قضية اللي فيها جريمة قتل خرجت كلتا العائلتين لا ديال ضحية لا ديال المتهم الرئيسي وحاولوا يعني كين وحد وحد يعني وحد مشهد جديد إن صح التعبير فهذا استغلال إعلان فهذه القضايا هذه بالضبط يعني خصة العائلة ديال المتهمين استغلوا إعلان بشكل إيجابي في صالح انتخاذك قدوة باقي القضايا أخرى لكي تكون فيها تشنج مبين أصار أو العوائل أو حتى أفراد إلى هنا إخواني أخواتي جيد الختام لهاد الفيديو اللي صدت فيه الضوء على هد واقع وهد الحادثة المؤلمة ختاما كنتمنى لكم تمام الصحة وعافية وكندعوكم أنكم ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو أيضا بالاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس بجدائما توصلوا بالجديد للأعمال القضايا التي تقوم بها وخير الختال السلام والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته شكرا